حبة واحدة بس من حبة الانقاذ السريع اللي معي دي وتهتنسف معاك بكل الدول العندة المتراكمة اللي بقالها سنين وجربت كل حاجة عملت تمارين عملت وصفات كتير وما فيش فايدة برضو جرب معي الوصفة ديت وان شاء الله هتنسف معاك كل الدول في اقل وقت مش عايز اقولك ان خلال اسبع واحد بس ممكن تنزلي من تمانية كيلو ل عشرة كيلو بازن الله هتجرب ايها وتكتبيلي في الكومنتات. عايزين تعرف الوصفة عمالناها ازاي? ردوا لايك للفيديو ويلا بنا نشوف الوصفة هنعملها ازاي. السلام عليكم يا رحمة الله وبركاته. ازاي ايوك عاملين ايه? اتمنى يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة من الافضل واحسن الوصفات. وصفتنا النهاردة وصفة سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت كمان هتبقى وصفة الانقاذ السريع. الناس اللي ايه حاب? تنزل وزنها بسرعة عندها مناسبة عندها اي حاجة ان شاء الله وعايز ان هي تنزل وزنها بسرعة. ده بازن الله هتنزل معاك الوزن بطريقة سريعة جدا. وصفتنا النهاردة زي من شايتين كده هتبقى يعتبر آآ هتنزل كل السموم اللي في جسمنا هتنزل كل الدهون. تخلي جسمك ما شاء الله بحرق دايما باستمرار حتى لو كان جسمك حرق بطيء ما بحرقش فيه لقدر الله غد فيه اي حاجة. دي هتزود معدل حرق عندك. هتسرع معدل الحرق بطريقة كويسة جدا وبطريقة منتزمة. طبعا فيه بناك كتير وفيه ناس كتير جربوا وصفات كتير. ان شاء الله يا جماعة الوصفة ديت هتخلي جسمك كده يعني متناصق هتخلي جسمك آآ نحيف هتخلي بطنك مسطحة ما فيش دهون ما فيش اي حاجة برزة ما فيش جوانب ما فيش تراهولات كل الحاجات ديت ان شاء الله مجرد ان احنا هنعمل الوصفة ديت اول اسبوع هتلاقي فيه فرق كبير جدا جدا بين معاك. خمس حبات من المكون اللي احنا ان شاء الله هنعمل له مع بعض دوت على خمس ايام وان شاء الله هتشوف نتيجة سريعة جدا جدا وبإذن الله تدعو لي وكتبو لي في الكومنتات وتقول الفعلا الوصفة جابت معنا نتيجة كويسة جدا. كمان هتحسسنا بالشبعة لان ان شاء الله الوصفة تعيدنا هتبقى فيها الياف هتخليك صايمة عن الاكل. لو انت عندك شراع على الاكل او نفسك دايما مفتوحة وعايزة تأكل كتير لأ دي هتسد معاك الشهية هتزود معاك معدل حرق. آآ فيها الياف كتير وطبعا احنا جماعة عارفين دايما ان الالياف دايما بتحسسنا بالشبعة. تمام? طيب تعالوا بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونحط للايكوات كتير للفيديو. ازاك تشجعون لبنات بلايكوات كتير وعايزةكم كمان تشايروا الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. مبدأ اياه كده زي ما انت شايفين معايا في الوصفة بتاعت النهاردة. ده يا جماعة خمس حبات من التوم. تمام? ما حاجش تستورى باللون بقى ويقول طب هو شوف له عامل لك كده. التوم ده يا جماعة ده طبعا مقلية. تمام? بس هوا طبعا مش مقلة الزيت. لأ هوا دوبة مقلة زيت تشويحة بسيطة كده. في كمية او نقطة زيت بسيطة جدا. علشان طبعا انا مش عايزة ان انا جيب زيت كتير واعد اقلي فيه اكلني بقى لبطاطس او بقى لأ اي حاجة تانية لأ. هي نقطة واحدة بس بالزبط بنحطها في المقلية بتاعتنا وبنت شوحها تشويح بسيط كده لغاية ما نوصل مع بعض للدرجة اللي انت شايفيها دي. طبعا نستخدمها ازاي? طبعا كلاتنا عارفين ان التوم يعتبر مضاد حيو مضاد السموم كويس جدا جدا. بيزود معنا عاملية الحرق طريقة فزيعة. طيب. تعالوا بقى كده نحطه كده على جنب. ونشوف المكون اللي بعد كده. طبعا يا جماعة انا معاي خيار. طبعا كلاتنا عارفين ان الخيار له سحر كويس جدا وله سحر رهيب جدا في نزول الوزن. لان الخيار في قليف كتير بيسد معك الشاهية دايما بيحاسسنا بالشباح خلاف كده وكده كمان ان هو له فوايد تانية كتير. ربع شريتنا والشعرين وكل حاجة. كمام? ده كده انا هاود الخيارة بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. دوبك هنستخدق مية ديت النس التاني هنستخدم ان شاء الله في مرة تانية. كمام? ده كده انا معي المنزل اهود. كمام? وهناخد كل يوم يا جماعة ان شاء الله هناخد فص واحد زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. اهو? وهنحطه على الخيار. طب دلوقتي بحطه هنعمل ايه? هناخد. كوباية من المياه. وهنحطه في الموجة تعالى. ده طبعا انا هتفصل طبعا يا جماعة على الخيارة بتاعتي. طيب. دلوقتي هنعمل ايه? هننزل بهم كده على الخلط. اهو? بالشكل ده كده. هنفروم كويس جدا ونرجع عليك تاني. ده كده يا جماعة الخبار بتاعتي. خلط زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. اهو. طب دلوقتي بقى هنعمل ايه في المكون تاني معي? علشان كده بقولوك طبعا مع الوصفة الاخر. عشان ان شاء الله في المتكون تاني هنخط. اللي هو طبعا زي ما انتم شايفين اللمون. همام? هنأخذ نص اللمونة داية. شيل بس البزري منك ده هون. هنعصر نص اللمونة على كوباية بتاعتي. بالشكل ده كده. وهنبدأ مقلب زي ما انتم شايفين معايا بالشكل ده كده. بالشكل ده كده يا جماعة الكوباية اصبحت جازة معايا زي ما انتم شايفين متكونات سيلا وبسيطة جدا. وفي نفس الوقت ان شاء الله هتنزل معاك كل دهون العندة. المطرف اللي بقى لها سنين. وان شاء الله هتنسف معاك كل دهون العندة. تمام? يبقى فصل واحد بس يا جماعة من الحبوب. العجيبة اللي انتم شايفينها ديت. ده ان شاء الله هناخدها على مدار خمس سيان. خمس حبات هناخدهم على مدار خمس سيان. كل يوم هنعمل كوباية زي ديت وعليها حبة زي ديت. يبقى انا كده يا جماعة الكوباية جازت معايا زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده. اما الباقي اللي انتم شايفينه معايا دوت ده هعطف التلاجة. كل يوم هعمل كوباية زي ديت وهاشربها وهاخد منه حباية زي ما انتم شايفين كده من حبوب التور. اهو? طيب هناخد الكوباية بتاعتني امتها كل يوم على رأي كده. ان شاء الله هناخد كوباية زي ديت. صدقوني لو انتم جربتوها فعلا. اول اسبوع هتنسف معاك الدوم بطريقة كويسة جدا وهيبان معاك الفرق من اول اسبوع. اتنزل معاك الكيلوهات كتير جدا من الوزن. تمام? يعني ان شاء الله كده على الرأة هناخدو الكوباية ديت كل يوم لمدة اسبوع. هنستمر عليها لمدة اسبوع وشوف الفرق وان شاء الله هتدعي له وزي ما قدتلي فهتكتبه له في الكومنتات بازن الله ان هي جابت معاك نتيجة كويسة جدا. في مرحوظة بس يا بنات الناس اللي بتتعاشى هتحاول بس ان هي تقالي الاكلة في وقت يعني ايه? في وجبة العشق. اه لو علبة زبادي على عصرة لمونة بتبقى كويسة جدا. اه كتعة جبن قريش. اه طبق السلطة. الحاجات الخافة ديت. ونحاول ان احنا نتعاشى بدري. الناس اللي بتعاشى وتنام فلاش يا جماعة العادة ديت لانها تعلن عادة سيئة جدا وهي ديت اللي بتسبب الطفن عندنا. تمام? فاحنا ان شاء الله هنعمل. ولو مشينا على الحاجات اللي احنا بنقولها ديت. قد حداك ان انت في اقل من اسبوع هتنزلي وزني كويس جدا. اتمنى يا رب ديكون الفيديو بتاعنا عجبكم. ولو عجبكم ان شاء الله ما تنساش تحطوا لايك في الفيديو وتشيروه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة